كفارة القطيعة انت شاجرت مع واحد وقاطعت ولا عد لا يكلم ولا تكلم ولا يكلمك ولا تكلم وغرص مصارمة مهاجرة مقاطعة ايش الكفارة قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم ان يصارم مسلما فوق ثلاث فانهما ناكبان عن الحق مداما على صرامهما يعني على القطيعة وان اولهما فيئا اول واحد يرجع للثاني يسلم عليه ويزيل القطيعة يكون كفارة عنه سبقه بالفئ وان مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا ابدا وان مات على صرامهما يعني على القطيعة لم يدخل الجنة جميعا ابدا وان سلم عليه فابا ان يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الاخر الشيطان راهه احمد وحديثه صحيح انت انت هو لما يعمل لك قطيعة ولا تعمل لك قطيعة ولا بينك وبين اختك ولا بينك وبين يعني بنت خالك ولا بينك وبين جارتك لما تصير قطيعة بعدين انتي تندمين او انت تندم وترد تتسلم عليه وتتصل عليه ولا تروح الى بيته ولا تتصل عليه السلام عليكم ونعط الله وبركاته بعض الناس ما في رد ما في رد انت لما تسلم الملك يرد عليك فيقول الملك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وهو يرد عليه الشيطان اشتركوا في القناة